خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا فضلا عن تهون بعض الجهات المسؤولة في إحكام التنقل من وإلى محافظة صلاح الدين ويضاف إلى ذلك الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية كلها باتت مؤشرات تحتاج إلى وقفة جدة من قبل الحكومة المحلية لتدارك هذه المتغيرات السلبية المواطن اللي مادة يلتزم بقرارات حضر التجوال ضرب حضر التجوال بعرض الحائط ولا كأنه أكو حضر التجوال ثانيا يقع العاتق على بعض الجهات الأمنية نحن ما رد نحدد لكن هناك تهون بعض التهون مع المواطنين في فرض حضر التجوال كلمة لأصحاب المحال التجارية أن شوية يراعوا الناس يعني مثلا طبقة البيض بستة آلاف دينار ما حدا عندها ستة آلاف دينار في هالوقت يقدر يشتري طبقة بيض البصل وصل إلى سعر ألفين دينار الكيلو نحن نطلب من ذول أعضاء المجلس المحافظة أعضاء البرلمان ونطلب من أيدكم أنتم كقناة أن توجهون هذه الرسالة نطلب من أيدكم أنه بل كت تطلع معهنا توزع للفقراء وعلى خلفية التهون في تطبيق الحضر بادرت قيادة عمليات سامراء بحملة توعية للمواطنين والمنتسبين للتعريف عن أهمية الحضر في الوقت الحالي تمثلت بموصقات وإرشادات لجلب اهتمام المواطنين بهذا الاتجاه قام قسم الإعلام وتوجه المعنى وعمليات سامراء بإجراء حاملة تعوية شاملة من خلال تجوال عدد من العجلات التي تحمل مكبرات الصوت داخل المدن وشورة والأزقة وكذلك طبع عدد من البوسترات وتوزيعها على السيطرة من قاطع المسؤولية هي الغاية منها توعية المواطن على البقاء في منازلهم والتطبيق المادة 55 من قرار خلية الأزمة بدأت حملة توعية بأمر سيد القائد قائد عمليات سامراء المحترم بتوعية المواطنين بالبقاء في المنزل وذلك الحفاظ على سلامتهم من فيروس كارونة تضمن جميع القطاعات العسكرية في سامراء السيطرات والداخلية والخارجية وهذه توعية للصنوف الجيش الموجودة والمواطنين الكافة وبين الفعل وردته تبقى الظوابط واعتمادها هي دستورا مرقائيا رصينا يمكن من خلاله تجاوز جميع الأزمات وبالأخص الوبائية منها جميل الغزالي قناة رشيد الفضائية محافظة صلاح الدين